السلام عليكم أصدقائي خبر عاجل وصل هذه الأثناء من دولة النمسا المستشار النمساوي السيد سيباستيان كورتس يسحب منه البرلمان التقى وبذلك يسقط حكم أصغر مستشار في تاريخ النمسا سيباستيان كورتس هو مستشار النمسا يعني مثل بوندس كانسلا يعني مثل ميركل في ألمانيا هو حاكم النمسا وعنده 32 سنة وكان يعتبر من أصغر المستشارين في تاريخ النمسا هذا اليوم كانت هناك جلسة في البرلمان وسحب منه البرلمان التقى وبذلك سقط كمستشار للنمسا لماذا سقط وماذا حصل تعرفون القضية المستشار النمساوي السيد سيباستيان كورتس الذي سحبت منه التقى اليوم كان عامل حكومة وتحالف مع الحزب اليمين المتشدد FPE تعرفون حزب FPE حصلت له فضيحة فضيحة أنه رئيسه السيد شتخاخة كان مستعد أن يبيع بلده بعد ذلك السيد سيباستيان كورتس عندما رأى هذا الأمر انتهت الحكومة وانتهى التحالف الحكومي مع حزب FPE وبقي هو في حزبه وكان يتمنى لو أنه البرلمان يعطيه التقى ويخليه في منصب المستشار مستشار النمسا على الأقل إلى شهر سبتمبر 2019 لأنه ستكون هناك انتخابات سابقة لأوانها لكن البرلمان النمساوي انتقموا من المستشار النمساوي سيباستيان كورتس خصوصا من حزب ال FPE يعني الحزب اليمين المتشدد عارضه ولم يرغب أن يصوت عليه كي يبقى مستشار حزب ال SPE وهو الشقيق الأصغر لحزب ال SPD في ألمانيا ألمانيا فيها حزب ال SPD اللي هو الحزب الاشتراكي هناك في النمسا عندهم حزب ال SPE أيضا حزب ال SPE عنده علاقة جد سيئة مع المستشار النمساوي السيد سيباستيان كورتس أيضا رفض التصويت عليه وبذلك يسقط السيد سيباستيان كورتس كمستشار للنمسا الآن الكرة في يد الرئيس النمساوي الرئيس النمساوي يمكنه الآن أن يعين مستشارا مؤقتا إلى أن تتم الانتخابات في شهر سبتمبر 2019 ممكن أن يقول أريد أن يبقى السيد سيباستيان كورتس إلى شهر سبتمبر مثلا أو يمكن أن يقول لا سوف نختار مستشارا لا منتميا يعمل حكومة تصريف الأعمال الآن هناك في النمسا ستكون فقط حكومة تصريف للأعمال لغاية شهر سبتمبر 2019 وبعد ذلك ستكون الانتخابات على الأرجح السيد سيباستيان كورتس سوف يرجع ويمكن أن يرجع بقوة مجددا مستشارا للنمسا في شهر سبتمبر لأنه حاليا الأغلبية تقول بأنه سوف يكسب الانتخابات في شهر سبتمبر ويمكن في شهر سبتمبر أن يعمل حكومة هذه المرة مشتركة إما مع الحزب الاشتراكي الاس بيئ هناك في النمسا أو يعمل حكومة مشتركة مع حزب الخضر في النمسا أو مع أي حزب آخر لكن لن يعمل حكومة مع اليمين المتشدد هذا هو خبر اليوم ما رأيكم في هذا الخبر هل تظنون بأن السيد سيباستيان كورتس سينتصر في الانتخابات رغم إسقاطه اليوم في البرلمان وسحب التقام عنده خصوصا أحزاب الاف بيئ اليمين المتشدد والحزب الاشتراكي ساهموا في إسقاطه كمستشارا للنمسا شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء